الخبر اول الذي عادنا عن نورمار والاكتئاب اللي حالياً قاعد يومر بيه هو قمر طايف نورمار نزل هذا اللي كان كاتب بيه وشي كل اشتعبان الف بدل نزل شوية استوريات نوعاً ما كان صدما للجلادين لما صار يقول بيها انه هذي الفترة هي فترة كل ما اكتئب بيها واصعب الفترة تدي يومر بيها حالياً نجل الكلام حالياً طبقه القمر طايف اللي حثت كل استوريات ببارحة وبختفيها نوعاً ما هذي الوضح يا حباب انه هكوشي عصار بيناتهم بعلاقتهم رحطوكم الاستوريات شفوها خلينا نحكي شوينة جد عبعدي بمرحلة الله انتوا لانه عدت التاني فبحاب احكي لكم فاضفة عبعدي بمرحلة اكتراوية ما بعرف ازا رح اطلع منها سليم او لا بس مرحلة اكتراوية ضغط نفسي شديد وعب اثر على صحتي وعلى نفسيتي بشكل عام فمشان هيك عب تشوفوني بالفترة اخيرة مالي كتير الي مراء او مزاج اطلع او ادخل او اشوف حده حده يعني عرفت شلون بعدي بمرحلة كتير صعبة ما بعرض رح نطلع منها او لا بس ان شاء الله الله كريم ما بعد الضيق الى الفرج بس وعد ازا انه هيك عدت بخير وهيك رح احاول احكي لكم وكيف وشلون ما بعرض زاي اصعب مرحلة ممكن عديها بحياتي بس انه من اصعب مرحلة عديتها انا بحياتي ما بعضها بالايام الله مخبرنا شي جديد او شي فا ما ما بدي اكم بس لا توغزوني على تأصير او شغلات جديدة بس جد انا كنفسيا او صحيا ما لي بخير تماما بس ان شاء الله بعد الايام تفرج فكتنا احباب بالكوم انتا شو تقع انصار بيناتهم طبعا الله يفرج على اثنين والله يساعدهم يا رب نروح اليان ليا رمار وهل هي اشتاقت القمر رح ترجعون اصدقاء في القصة كلها بدأت يا حباي بالمنتشر هذا التصميم القمر طائب يا رمار تصميم حبيناتهم يعني تصميم يعني انه علماء اشتياق والغريب انه ام يارا حطت لايك لهذا التصميم بشكل مفاجئ يعني انه علماء هي قادة تأكد انه تريد ترجع العلاقة بين نور مار و يارا ما درتوا بكمنتات شون توقعاتكم للموضوع ننتقل حاليا لغيف ماروان وتنزيله هذا الاستوري اللي كاتب علي صورة من العرس طبعا توضح يا حبايب بالموضوع للضحك مو اكتر فكتونا بالكمنتات تشاركوا بهذا الخبر ولا تتوقعون الزواج غير ماروان بالفترة القادمة او لا نروح ليا النارين بيوتي و شوكت راح تنزل اغنيتها الجديدة فاليوم يا حبايب راح تنزل اغنيتها النارية نزل شوية استوريات دا تتألن انه اليوم الساعب الخمسة راح تنزل اغنيتها الجديدة شوفوا الاستوري الحمدلله جايز بعد 11 شهر و 28 يوم و فصطاع الساعب شوفوا راح تنزل اغنيتها النارين فكتونا حباب فكتونا حباب ان شاء الله حسبوها عليها الردد فايل فكتبونا بالكمنتات اذا حباب يسوي الردد فايل و بس مع السلامة